إجراءات أمنية يشدها طريق عرعر الحدودية الذي سيسلكه مئات من حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج خلال الأيام القليلة القادمة في حين أنهت الإدارة المحلية في الأنبار تجهيز الطريق بجميع الأمور اللوجستية والخدمية التي ستصب في رفاهية وسلامة الحجاج طبعا طريق الحج الذي يطلعون عليه الآن الحجاج بهذه الفترة طريق اختصر هواية أمور من التعاب للحجاج الذي كانوا يطلعون عن طريق المطارات أو يطلعون من مكانات بعيدة أو يوصلون للحدود السعودية هذا الطريق طريق خدمي وأيضا يخدم الاقتصاد العراقي يعني إذا نفتح منفذ عرعر الحدودي وندعو الحكومة العراقية أن تهتم به أكثر تسير الاستعدادات منذ أشهر عدة على قدم وساقة حيث تقوم القوات الأمنية بحماة طريق الحجاج ووقوفها على أهبة الاستعداد لردع أي طارق فضلا عن تكثيف الاستطلاعات الجوية وتوفير سيارات إسعاف وإطفاء وزعت على طول الطريق البالغ أكثر من 97 كيلو متر وهي المسافة التي تصل بين النخيب وصولا إلى عرعر الحدودي السعودي هذا الطريق يتطلب كونه يمر بمناطق صحراوية شاسعة يتطلب جهود أمنية وقيادة شرطة الأنبار قادر على تأمين هذا الطريق عن طريق تسير دوريات ونشر نقاط عسكرية وأيضا الجيش العراقي جهودهم مشكورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمر هذا الموسم بلا مشاكل وأن يكون تأمين حقيقي كما الأعوام السابقة إن شاء الله تكمن أهمية هذا الطريق بأنه يختزل المسافة أمام الحجاج إضافة لتوفير الوقت كونه يربط العراق بشكل مباشر مع السعودية خاصة أن خطوة تأهيله وتأمينه ستخفف كثيرا من مشقة السفر على الحجاج مع اقتراب موعد الحج القوات الأمنية بمختلف صنوفها تكثف نشاطها لتأمين طريق الحجاج العابري في صحراء الأنبار إلى منفذ عرعر السعودي بشكل كامل وذلك لحماية حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على قوافلهم من الأنبار إدريس يحيان قناة الفلوجة